الموضوع بدأ بسؤال سألته للناس على اليوتيوب وهو كام عدد الصبغات اللي بتحدد اللون في جسم الكلب مع ذكر السبب اكتر اجابة اتفق عليها الناس ان العدد اتنين وكان السبب اللي هم ذكروه ان لان اغلب الكلاب متكونة من لونين ولكن هل اجابتهم دي صح؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض بس لازم نبقى عارفين ان فيه فرق ما بين الصبغات والمسببة للالوان وما بين الالوان نفسها طيب ازاي الكلام ده؟ ده اللي هنعرفه في الاخر خلونا الاول نتفق ان الكوت او الفرق هو الشعر اللي مغطي جسم الكلب وفيه اربع حاجات اساسية بتحدد الشعر ده هيبقى عامل ازاي؟ وهم اللون والنمط او توزيع الالوان عاملة ازاي؟ والطول والملمس والنهاردة هنتكلم عن الاول اتنين لان هم اللي لهم علاقة بالسؤال بتاعنا خلونا ناخد اللون الاول شعر الكلاب ليه اربع الوان اساسية اللي هم اسود بني ابيض احمر والالوان الاساسية دي ليها درجات مختلفة الدرجات دي من كتر ما هي منتشرة بقت تعتبر او تصنف كالوان مستقلة بذاتها زي الدهبي والاصفر والكريمي والازرق والرماطي ولشان نتخيل الالوان دي سواء كانت الالوان الاساسية او الدرجات بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ خلونا ناخد امثيلها على كلاب معانا اول لون اللون الاسود فاحنا بنشوفه كلاب كتيرة جدا زي زي النيوفاوند لاند زي البلاك كوت زي الابرادور زي الكلب البلدي بالمناسبة لكلب البلدي اللي في الصورة دي كانت مع الشباب بتاع هابينس كانال كانوا بييده تأهلها الثاني لون معنا هو اللون البني وهو بنسم درجتين درجة اللي هي البني العادي زي في الكلاب البيتبول وزي في الشيسابيك بير تريفور والدرجة التانية اللي هي دارج شوكلت وده لون الناس بتحبه عامة موجود في كلاب زي الاستراليان كلبي بالمناسبة برضو الشيسابيك بير تريفر هو كلب صيد امريكي او جاندوج والاستراليان كلبي هو كلب راعي استرالي نيجي للون الثالث وهو اللون الابيض فمن الكلاب اللي ممكن نشوف فيها اللون ده عندنا بالمناسبة هو مش امريكي هو وصوله الماني لكن الظروف متعلقة بالحرب العالمات التانية اخد اسم امريكي في اول اسمه وتاني كلب ممكن بنشوف فيه وتالي كلب وبالمناسبة برضو من الكلاب اللي بدأت مؤخرا تاخد شهرة عالية جدا في مصر وبقت مطلوبة جدا اخر لون في الالوان الاسسية عندنا الايرش ساتر ايوة هو شبه الكوكر بس هو عجمه اكبر هو مش كوكر تمام وعندنا الكوكر نفسه لون من الوانه بيبقى اخد اللون ده وعندنا كلب ممكن نشوف اللون ده فيه برضو اما بالنسبة للرغات الالوان اللي بتعتبر الواد مستقلة بذاتها فعندنا الدهبي عندنا البودل وعندنا كمان طبعا غني عن التعريف اما الكريمي فعندنا امثلة لأكيتا والفرنش بولدوغ وبالمناسبة الكلاب دي لها الوان تانية لكن ده لون من الالوان اللي ممكن يبقى عندهم وعندنا الفرنش بولدوغ هي سلالة صغيرة بدأت برضو تمتشر جدا في الفترة الاخيرة وكلب من الكلاب الرائعة ومن الكلاب اللي انا بفضلها شخصيا لو بصنا على الاصفر هنلاقي الابرادور برضو الماستيف الميكس بريدز يعني فيه كلاب كتيرة عادة بيبقى عندها اللون ده عندنا كمان الازرق هو لون من الالوان المحببة عند الناس بنلاقيه في البيتبول ده استاذ ايكو الكلب بتاعي وبنلاقيه في الاستريليان شيبرد او واخد اسمه اوسي وهو اصله امريكي لكنه اخد شهرة بينه استريليان شيبرد وبنلاقيه في الكري بلوتاريار وده كلب كان بيستخدم في الاصل للقضاء على القفات اللي زي الفران والتعالب بس بعد كده بقى بيستخدم في الرعي وفي حاجاتا الرمودي او الفضي عندنا كلب لوي مرانير اتمنى اكون نطاقت الاسم صح واخد اللون الفضي بكزا درجة وعندنا كمان واللي هو برضو بيبقى من ضمن الوان اللون الرماضي لكن ليه الوان تاني ودي كانت الالوان اللي ممكن تبقى موجودة في شعر الكلاب هنيجي بقى نبص على حاجة تانية اللي هي النمط او توزيعة الالوان او بالانجلش الباتر عندنا عداشر توزيعة للالوان اللي هم لون البني او الاسود مع اللون الاصمر اللي هو التان عندنا المرل عندنا الهارليكن عندنا الاستباكل عندنا الغerca عندنا البرندل عندنا الاسادل عندنا السابل طبعا تعالوا نشوف اللي من امثلة علشان نبقى متخيلين عن الموضوع مابلا الى الى تانا او الاصمر ودا ممكن يبقى اه، بني واصمر او اسود واصمر البني واصمر زي الاستراليا والاسود والاصمر زى والالكولى و بالمناسبة الكلب ده بتاع محمد عبدو صديقة لنا وليه حلقة عندنا على القناة اتمنى تخش تتفرجوا عليها لان هي حلقة جميلة جدا من برنامج كلبك على ما تربيه الموسم الاول نيجي بقى للبايكولر وهو لما يبقى عندنا لون ممزوج مع اللون الابيض وهو نمط لي مسميات كتيرة زي توكولر وايرش وفلاشي وسبوتد وتوكسيدو من امثلة البايكولر عندنا البوردر كولي وده كلب من اسكى الكلاب اللي خلقها ربنا ومتميز في حيات كتيرة جدا منها رياضة الاجيلتي وعندنا الحاجة التانية كينج شارلز كافالي ده كلب محبوب جدا وكلب برضو عنده شهرة بره كبيرة جدا ولو بصينا على الترايكولر هنلاقي نفس فكرة البايكولر ولكنه بيبقى ثلاثة الوان من ضمنهم الابيض ومن اشهر الكلاب اللي عندها التوزيع دي عندنا البرنيز مونتن دوغ والبيجل والاتنين كلبين جمال جدا وكلبين بدأوا ياخدوا شهرة قوية جدا في السنين الاخيرة دي بالزات في مصر النمط اللي بعد كده هو الميرل وده بيبقى عبارة عن بقع ملونة على جسم الكلب ليها لونين يا اما ازرق اللي هو البلوميرل او احمر وهي عندنا الامثلة للبلوميرل الاستراليان شابرد وعندنا الامثلة للراد ميرل واتمنى ان اكون نطاقة الاسم بصح وهو سلالة حديثة نسبيا في امريكا لو بصينا على التوكسيدو اللي هو يعتبر بايكولر فهو معناه بدلة الصهرة وطبعا بصها واحد على الكلب الشواوى اللي قدامنا هنعرف بالزبط هو ليه تسمى بالاسم ده اما بالنسبة للهارليكن او اللون البقري فهو بيبقى عبارة عن بوتش صودة كبيرة منتشرة على لون ابيض على جسم الكلب ومن الكلاب المشهورة باللون ده الكلب اللي في الصورة دي بينكي دي كلبتي عاشت عندي تقريبا 11 سنة منه هي جروة لحد ما ماتت وكانت من اهدى واحلى الكلاب اللي ممكن حد يتعامل معاها وسن 11 سنة ده بالمناسبة سن كبير لحد ما النمط اللي بعد كده وهو شبيه بالهارليكن ولكنه عبارة عن دوير اصغر وانتظمة اكتر وطبعا الكلب اللي مشهور بيه جدا هو ويعتبر هو الكلب الوحيد اللي عنده التوزيع دي وفيه كلاب تاني بتتصنف انها تحت التوزيع دي ولكنها في الحقيقة لها اسم تاني وهو الفلكت والفلكت او كما يسمى تيكت او سبيكلت ففيه منه لونين اللون البني زي الجيرمان بوينتر والازرق زي الاستريليان او البلو سبيكلت استريليان كاتل دوك بعد كده عندنا البرندل او زي ما بيتسمى هنا الطايجر وهو لون برضو بيبقى مطلوب جدا والناس بتحبه جدا ومن اشهر الكلاب اللي عندها البوست انتريار والبوكسر والجريد دين والسادل وترجمته الحرفية بالعربي السرج فهو بنلاقيه في الكلاب النوروبيجيان دونكر كلب شبيه بالبيجل وفيه البيجل نفسه طبعا البيجل حبيب الملايين وطبعا واضح من الصور ان التسماجات لانه على ظهره بوعة شبه السرج بتاع العصان واخيرا وانه لايس اخيرنا فيه توزيع الالوان او الانماط معنا السبل والسبل فيه منه الاحمر وفيه منه البني الاحمر نشوفه في كلاب زي البونينين والبني زي وبكده نبقى انتهينا من جزئة الالوان وجينا للسؤال اللي سألناه للناس كم عدد الصبوخط في جسم الكلب والاجابة الصادمة هم صبغتين بس ايو اعرف ان الموضوع صعب لكن خلينا نبص عليه بص دلوقتي احنا عندنا صبغة الملايين في جسم الكلب ودي في منها شكلين اليوميلانين والفي ميلانين اليوميلانين اليونها اسود ولكن الجينات بتعدلها وبينتج عندها الوان تانية زي البني الغامق او البني اللي هو اللي بيطلق عليه اللي بيطلق عليه والازرق ان الجينات بتدي اردر او بتخلي الصبغة تخف عن طريق احباط تكوين صبغة مكتملة القوة وده بيقدي لظهور الثلاث الوان اللي احنا قلنا عليهم اما بالنسبة بقى للفي ميلانين اللي هي لونها احمر فالجينات اللي بتحكم في حاجات كتيرة بتخليها يا اما تقيلة قوي اما خفيفة قوي فبيانتج عندها الوان من اول الاحمر الغامق البرتقاني للاصفر وبالمناسبة الصبغة دي بتبقى موجودة في فرو الكلب مش اه في عينيه ولا من اخيره زي صبغة اللي بتحدد لون العين والمنخيرة هيبقى شكلها عامل ازاي فلو كانت موجودة في المنخير بنشوف المنخير سودة زي محنا متعودين نشوفها لو كانت مش موجودة بتدينا اللي هي ما هي سمم بالبينك نوز وطبعا لها اسباب يا اما هي ورصية اصلا السلالة كده يا اما هي حصل بمشكلة في الصبغة والصبغة دي بعد ما الكلب منخيره كانت سودة رواحت الصبغة من منخيره بقت احمرت وعندنا لو مش موجودة في العين بتدينا اللون الازرق وهو طبعا من الالوان الجميلة جدا وسبحان الله غياب الصبغة دي من فرو الكلب بيقدي ان الكلب يبقى لونه ابيض طبعا لو الصبغة دي مش موجودة تماما بيظهر عندنا ما يسمى بالكلب الالبينو اللي هو الكلب بيبقى جسمه ابيض معني محمر وبكده انتهت حلقتنا النهاردة اتمنى تكون الحلقة اجابتكم واتمنى ان انا اكون عرف تليم الموضوع واي حد عنده اقتراحات او اسئلة ياريت يكتبها لي في الكومنتات تحت وهو هفكركم تاني ما تنسوش تعمله شير ولايك وسبسكرايب علشان تعرف تشوفوا فيديوهات السلام عليكم